اهلا بكم مشاهدي الكرام بدأ رئيس جمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون زيارة إلى القهرة تستغرقه ثلاثة أيام من المقرر أن يلتقي تومسون خلال زيارة الرئيس عبدالفتح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري لبحث القضايا الإقليمية خاصة الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن فضلا عن مناقشة جهود أحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أكد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون أن مصير رئيس سوري بشار الأسد سوف يحدده الشعب السوري في سيق ذاته قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا لم تعد تركز على إزاحة الأسد وأشرت إلى أن أولوية واشنطن حاليا هي أحداث تغيير حقيقي على الأرض أعلن تحالف دولي مقتل قيادي بتنظيم داعش الإرهابي واثنين من مرافقه في غارة جوية بمدينة القائم غربي العراق وقال المتحدث باسم التحالف إن القيادية كان مسؤولا عن دعاية في تنظيم الإرهابي وشارك في تجنيد مقاتلين أجانب وتشجيع الاعتداءات الإرهابية وعمليات الدهس في دول غربية أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على بريطانيا تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الخروج من الاتحاد قبل بحث العلاقات المستقبلية معها وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه سيكون مستعدا لاحتمال فشل مفاوضات براكست قتل ستة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد أسواق منطقة قبائل شمال غربي باكستان وأفدت مصادر طبية بأن الانفجار أسفر كذلك عن إصابة نحو خمسين شخصا ورجحت ارتفاع عداد القتلى بسبب شدة الانفجار شكرا لحضراتكم في يمن الأهل